اشتركوا في القناة المالية النيابية تعلن اعادة كتابة قانون الموازنة وفق رؤية ستراتيجية وتكشف عن تضمين البترو دولار لمحافظات الوسط والجنوب القانونية النيابية تعلن مباشرة بتعديل قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة التشريعية للبرلمانة وتؤكد ضرورة تعديل قانون الانتخابات الامن النيابية والدفاع تسلم الكارمي تقريرا مفصلا حول التجنيد الالجامي وتبحث معه سبول تفعيل العمل الاستخداراتي والامني التفاصيل اهلا بكم اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اهمية استثمار ارتفاع سعر النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تقفيف العدي على المواطن وقال الكاظمي عاقب اجتماعه باللجنة المالية النيابية امس ان الموازنة المالية التي ارسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق تهدف الى الاصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية التي من شأنها ان تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود ونوها الى ضرورة الاخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراقي كافة وفق مبادئ الدستور وعدم اقحام المناكفات السياسية في ملف قوة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليها هذا وتجاوز سعر نفط مزيج برينتا اليوم مستوى 60 دولارا للبرميل المرة الاولى منذ كانون الاول من العام الماضي ويعود ارتفاع اسعار النفط الى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الخام في سوق النفط بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا حول العالم الامر الذي قد يؤدي الى انخفاض معدلات الاصابة بالفيروس ورفع قيود الحجر الصحي عنها وبالتالي عودة الطلب على النفط الى مستويات ما قبل تفشي الوباء من جانبها اعلنت اللجنة المالية النيابية ابرز ما تضمنه اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء وذكرت اللجنة في بيان لها انها اعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعدما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط كما سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة واضافت ان ضغط النفقات وتعظيم الارادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من 302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة موسيقى 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 شكرا 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 وهناك توجه برلماني بهذا الصدد وربما ينفذ قريبا جدا اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيل بعض الكتل السياسية بعرقلة المفاوضات بين اقليم الكردستان والحكومة الاتحادية في بغداد وقال الفيل ان خلافات المركز والاقليم ليست اقتصادية ومالية وانما سياسية وتم تذليلها بعد التوصل الى اتفاقات نهائية مع الحكومة الاتحادية وقال ان بعض الكتل السياسية في البرلمان لديها رؤية اخرى تجاه الاقليم فاصطدم الموقف الحكومي بموقف الكتل السياسية داخل البرلمان وحاليا الطريق يعتبر مغلقا خصوصا ان هذه الكتل فيما بينها مختلفة من ناحية الرؤية والقرار اكد السياسي الكردي محمود عثمان ان المشكلة بين بغداد والاقليم حول الموازنة سياسية اكثر من كونها اقتصادية نومالية وكشف عثمان ان وفدا سياسيا جديدا من الاقليم سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لحل مشكلة حصة الاقليم في الموازنة قبل التصويت عليها في البرلمان لافتا الى ان الوفود الكردية السابقة لم تتوصل الى حل جذري لمشكلة حصة الاقليم واضح ان الاقليم وافق على تزويد بغداد ب250 الف برميل يوميا وارسال ايرادات المنافذ ولكن لم يوافق على تسليم ملف النفط والغاز بشكل كامل الى بغداد والذي تطالب به بعض القوى السياسية وكان النائب عن كتلة التغيير بمجلس النواب هوشيار عبدالله اتهم جهات من الحكومة الاتحادية ومن اقليم كردستان بالتعامد في عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين وقال عبدالله في تغريدة على تويتر ان السبب الرئيسي لعدم التوصل الى اتفاق بين الاقليم والحكومة الاتحادية هو وجود اتفاق مبطن بين جماعة من الاقليم وجماعة من بغداد كلاهما متفقان على عدم التوصل الى اتفاق في الاعلام يهاجمون بعضهم وفي الخفاء يريدون ابقاء الوضع كما هو كلما تكون هناك فرصة للاتفاق يخربون هذه الفرصة اعلن عضو اللجنة المالية النيابية ثامت ذيبان عن تضمين مقترح باللزام الحكومة بتزديل استحقاقات السنوات الماضية من البترودولار لمحافظات الوسط والجنوب في مسودة الموازنة وقال ذيبان ان هذا البند هو استحقاق وليس منة من احد اذ ان هناك مديونية كبيرة بذمة الحكومة من البترودولار مشيرا الى ان الحكومات السابقة تجاهلت مستحقات الوسط والجنوب من البترودولار بعد استمرار الاجحاف بحق محافظتهم في موازنة العام الحالي تظاهر مئات المواطنين بمحافظة البصرة وبمشاركة الفعاليات السياسية والاجتماعية لمطالبة بتحويل المحافظة الى اقليم اسوة بكردستان وبين المشاركون مدى التهميش الذي تعرضت له البصرة من قبل الحكومات المتعاقبة وخدلانها من قبل السياسيين الذين يعرقلون مطالب جماهيرها بالاقلمة جماهير البصرة اليوم جئنا نطالب بالتطبيق النظام الفيدرالي نظام لا مركزية اليوم جماهير البصرة منطالبة بالاقليم وهذا حق دستوري يكفله الدستور العراقي على غرار اقليم كردستان اليوم البصرة تشعر بالتهميش والاقصاء البصرة تستحقاقات ومتعلقات مع الحكومة المركزية لم تنصف البصرة من حيث موازنة العام 2001 بعد ما شافت وتعمد المركز في تحميش الجنوب عامة والبصرة خصوصا جاء هذا ظلم طالب طالبت بها البصرة منذ مئة عام ولا زالت تطالب محمشة البصرة في كل المجالات قامت بجميع الخطوات الدستورية اللازمة لإجراء الاقليم لكنها باعت بالفشل بسبب تعنت المركز وسلطة الأعزاب لكي يسيطروا على مقدرات هذه المحافظة فلذلك قرر أهل البصرة صراحة أن يتخذوا إجراءات أكثر قوة يعني تعلن في حينها يعني مثل ما أعتقد راح تصير ضغط جماهيري من أجل فتح صناديق الاقتراع العفوان صناديق الاستفتاء تزامنا مع صناديق الانتخاب حذر البنك الدولي من أن التعينات الحكومية في العراق تشهد تضخما كبيرا واتبعات مالية واقتصادية مرهقة وقال الموثل المقيم للبنك الدولي في العراق رمزي نومان أن خلق فرص العمل ليس بالضرورة عن طريق التعيين الحكومي الذي يشهد تضخما كبيرا ويحمل تبعات مالية واقتصادية مرهقة بل عن طريق تشجيع الاستثمارات في بيئة مناسبة وتنشيط القطاع الخاص وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة وضف أن المجتمع العراقي هو مجتمع شبابي يشكل الشباب فيه ثورة أساسية يجب البناء عليها ومنحهم الفرص المناسبة للدهول إلى سوق العمل ضمن مسلسل كبير يبدأ بالتعليم هذا وكشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه لإلغاء مزاد العملة فيما أشارت إلى أن احتياطات البنك المركزي لن تمس في العام أو في الموازنة الحالية وقال مقر اللجنة أحمد الصفار أن احتياطات البنك المركزي لن تمس على الإطلاق في هذه الموازنة كوننا خفضنا الاقتراض والغينا القروض الخارجية وأشار مقر اللجنة المالية إلى أن هناك توجها لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلا في العراق مضحنا نالية مزاد العملة غير صحيحة ومن المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف عن بدل الاجتماع بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه المصري سامح شكي والأردني أيمن الصفدي في القاهرة ضمن آلية التنسيق الثلاثي وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال الاجتماع أهمية التكامل ضمن آلية التنسيق الثلاثي على الصعود كافة وكان وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية بحث أيضا الموضوعات التي ستعرض على طاولة النقاش في الاجتماع بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن سياسيا كشف عضو مجلس النواب أسعد المرشدي عن آخر تفاصيل اجتماعات وحوارات تعديل الدستور العراقي وقال المرشدي أن الاجتماعات البرلمانية توصلت إلى الكثير من النقاط والفقرات التي يراد منها تعديلات وإضافات عليها في الدستور وبعض الفقرات ما زالت الخلافات عليها قائمة ومنها خلافية قانونية ومنها سياسية وبين أن الدستور العراقي لا يتم تعديله خلال الفترة الحالية وهذا الأمر ربما يكون من خلال البرلمان الجديد والحكومة الجديدة فهذا الأمر يتطلب الكثير من الإجراءات ومنها التصويت الشعبي ولهذا التعديل لا يتم والحوارات حاليا شبه متوقفة كشف عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي عن آخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية فيما أشار إلى وجود توجه لتعديل الأمر 30 لسنة 2005 وقال العطافي نقادون رقم 30 لسنة 2005 والمتعلقة بتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا هو الأقرب للقوة السياسية وضاف أن هناك إجماع نيابيا على تعديل الأمر 30 خلال الفصل التشريعي المقبل مشيرا إلى أن هناك صعوبات وتحديات أخرى تواجه إتمام الانتخابات منها الفوضى في بعض محافظات الوسط والجنوب ولفت العطافي إلى أن الإخفاقات الحكومية عامل مهم في عدم إنجاح الانتخابات المبكئة من جانبها أكدت اللجنة القانونية أن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون بعد العطلة التشريعية للبرلمانة وقال عضو اللجنة صائب قدر أن المحكمة الاتحادية لا تستطيع أن تعمل بسبب وجود نقص في أعضائها وبينا أن اللجنة القانونية في مجلس نواب تعتزم التوجه بعد العطلة التشريعية لتعديل القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية وتحديدا المادة التي تتيح عملية التعديل وإضافة ثلاثة قضاة آخرين إليها بعد العطلة التشريعية عد عضو اللجنة القانونية نيابي أحسين العقابي أن قانون الانتخابات تم تمرده على عجالة فيما أشارها إلى أنه يحمل الكثير من الثغرات وقال العقابي أن القانون يحتاج إلى إعادة النظر لوجود أخطاء وثغرات كبيرة فيه يجب تصحيحها وقال أو أشار إلى أن التعديلات المطلوبة تتضمن التعديل على الدوائر الانتخابية والنظام البايومتري أكدت مفوضية الانتخابات تراقب مصادر تمول الحملات الانتخابية للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة مبينة أن نقل الناخبين يجري وفق الدائرة الواحدة وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاي إن المفوضية تطبق القانون بخصوص تنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها التزاما بتنفيذ قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي تحوله المفوضية إلى أنظمة وتعليمات تخص هذا الموضوع أكدت اللجنة القانونية البرلمانية عزم البرلماني قرار تعديل قانون مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة وقالت عضو اللجنة النائبة ألماس فاضل يوجد تحرك في البرلمان باتجاه إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية مشيرة إلى أن لدى اللجنة الكثير من القوانين التي تسعى لإقرارها خلال الدورة الحالية أوضحت أن من بين القوانين التي يمكن تشريعها قريبا المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد واتحاد الحقوقيين ونقابة المحامين ومجلس وزراء لافتة إلى أن الأقرب للتشريع هما قانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة دعا عضو البرلمان مازن الفيلي لا ضررة أن تكون هناك ثورة قوية ضد المسؤولين الذين تشبهم ملفات الفساد مبينا أن نسب الهدر المالي بدأت تتصاعد كثيرا وقال الفيلي أن نسبة هدر المال العام بدأت تتصاعد مقابل انخفاض نسبة العمل لأن المسؤولين الذين تشبهم ملفات فساد لم يقابلهم أي رادع حكومي أو حاسبة قانونية فضلا عن أن أغلب مشاريع الدولة تكون فيها نسبة الفساد 90% ونسب العمل الفعلية 10% بالتالي يجب أن تكون إيرادة قوية تقابل الفاسدين وثورة حقيقية ضد الفساد أعلنت هيئة النزاه الاتحادية عن ضبط كاتب عدل ومتهما آخر في محافظة النجف الأشرف على خلفية تأييد شهادات تسجيل لسبعة معامل وهمية لتسلم الحبوب في المحافظة وذكر بيان الهيئة أن دائرة التحقيقات أو فريقا من الدائرة أو من مكتب التحقيق في النجف الأشرف ضبط كاتب عدل ومتهما آخر لقيامه بتأييد شهادات تسجيل سبعة معامل وهمية على إحدى القطع لمصلحة عدد من الأشخاص لغرض تسلم حصة من الحبوب تصل إلى آلاف الأطلان من الشركة العامة لتجارة الحبوب وأضاف أن الفريق تمكن أيضا من ضبط أصل شهادات التسجيل الخاصة بمكائن تلك المعامل ومحاضر الكشفات وأصل سجل تسجيل المكائن تحدثت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن تفاصيل تسليمها تقريرا مفصلا عن قانون التجدين للإلزامي إلى رئيس الوزراء مصطفى الكالنمي خلال اجتماع للطرفين حقد خلال الأيام الماضية وقال مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ناصر يوسف هرقي أن أبرز المواضيع التي نوقشت مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي هي ترد الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات ومكافحة الإرهاب لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد في اللقاء على محاربة الإرهاب والاستثباب الأمني في كل المدن العراقية وأضاف أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سلمت الكاظمي تقريرا مفصلا عن التجنيد الإلزامي من جانبه أكد النائب بدر الزياد عضو اللجنة ذاتها أن لجنته قدمت تقريرا مطولا إلى رئيس الوزراء تشرح فيها رؤيتها ومطالبها في الكثير من الأمور التي تتعلق بتشريع قانون التجنيد الإلزامي وتطوير القوات الأمنية وتابع أن من الأمور التي ناقشناها مع رئيس الوزراء هي ملف المخدرات وضرورة معالجة الخروقات الأمنية وتطوير الأجهزة الأمنية وتسليحها ورفع موازنة المؤسسات الأمنية مبينا أن لجنة الأمن النيابية طالبت من رئيس الحكومة بإرسال الكثير من القوانين بدوره أكد عوض اللجنة قاطع ركابي أن الاجتماع مع رئيس الوزراء ضم عددا من القادة الأمنيين ورئيسي جهازين الأمن الوطني والقومي وقائد عمليات بغداد ووكيل جهاز المخابرات ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخدارات وأكد ركابي أن مجمل الحديث ركز على الثغرات الأمنية في العديد من المناطق وعلى وجه التحديد في حزام العاصمة بغداد جنوبا وشبالا بالإضافة إلى محافظات كاركوك وصلاح الدين وديالا مؤكدا أن رئيس الوزراء تحدث على ضرورة الالتزام بالطابع الاستخباراتي والأمني ولفت إلى أن لجنة الأمن والدفاع البللمانية هي من طلبت اللقاء برئيس الوزراء لاستعراض هذه الأحداث الأمنية والخروق التي حصلت في العاصمة بغداد مؤخرا مشددا أو مشددا على أن هذا الاجتماع ليكون بديلا لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين في البللمان لمناقشتهم عن تداعيات الوضع الأمني أمنيا أيضا أكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار التحالف الدولي بدعم وإسناد القوات الأمنية بمختلف المجالات وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أن التحالف الدولي سلمنا خلال اليومين الماضيين الكثير من التجهيزات والمعدات التي تسهم في زيادة قدرات وإمكانيات القوات الأمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وهناك عدد من الدفعات لمعدات قتالية وفنية ستقدم أو تقدم من التحالف الدولي إلى القوات الأمنية العراقية في الأيام المقبلة حسب جدول زمني معد لذلك أكد قائد القوات البرية الفريق روكو القاسم محمد صالح وجود جهود كبيرة لضبط الحدود المشتركة مع سوريا وسيطرة عليها مبينانا قدرات عصابات داعش الإرهابية في تناقص وقال صالح أن هناك جهدا كبيرا لسيطرة على الحدود المشتركة مع سوريا من خلال إنشاء الخنادق التي تعيق الحركة ووضع الأسلاك الشائكة وتكثيف المراقبة الإلكترونية من أجل إدامة الزخم الأمني لتصدي لعصابات داعش الإرهابية وضاف أن عملية السداف قيادة داعش أربكت عملهما وأن قدرات عصابات داعش الإرهابية في تناقص ألقت القوات الأمنية القبضة على أحد عشر متهما وضبطت حزاما ناسفا من مخلفات داعش في صلاح دين وذكر بيان لقيادة شرطة صلاح دين أن مفارزها ألقت القبضة على أحد عشر متهما بينهم إثنان وفق أحكام المادة أربع إرهابا وضاف البيان أنه تم العثور على حزام الناسف من مخلفات داعش في قضاء بيجي وعلى مخبأ عتاد يحتوي على قنبرت هاوا قديمة خلف الحي الصناعي بمدينة سامر أعلنت وكالة الاستخبارات عن القاء القبض على خمسة عشر عنصرا بتنظيم داعش الإجرامي خلال عمليات منفصلة في نينوى وقالت الوكالة إن مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ألقت القبض على مجموعة من الإرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة أربع إرهابا لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وإضافة أن الإرهابيين يعملون بما يسمى قاطع دجلة وديوان الجندة والمعسكرات العامة وفرقتين الفرقان والبلاوي والشرطة لا إسلامية تحتكنا وإسماء مختلفة فضلا عن عمل الإرهابي المكنى أبو أنس انتحاري غماسي ضمن كتيبة الانتحاريين والإرهابي المكنى أبو قتادة عسكر قاطع تل عبطة والإرهابي أبو البراء في الهندسة العسكرية صوت مجلس محافظة أربيل على اختيار محافظ جديد لمحافظة أربيل بعد وفاة محافظها السابق وفاز في التصويت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني أوميت خوشناو ليشغل منصب المحافظة الثاني والأربعين حيث أدى اليمين القانونية وذلك بعد ثلاثة أشهر من وفاة المحافظة السابق فرسة صوفي بفيروس كورونا اعتقلت قوات الأسايش الكردية مثل أحد أهلي معتقلي الرأي في محافظة أربيل بإقليم كردستان وكان أهلي معتقلي الرأي حاولوا أو حاولوا أن يتظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في المحافظة ولكن تم اعتقال المتظاهرين جميعهما من قبل قوات الأسايش في أربيل وطالت موجة الاعتقالات التي قامت بها الأسايش في أوقات سابقة العشرات من الصحفيين والناشطين والتدريسين أيضا في مناطق تهوكا طالبت عضو مجلس النواب ريزان شيخ دولير اليوم بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الإرهابين المتورطين بسبب الإزيديات وقال الدولير أن إقرار قانون الناجيات الإزيديات هو رد اعتبار معنوي للناجيات من بطش داعش الإرهابي مبينة أن القانون يتضمن حقوقا مادية ومعنوية للناجيات من الممكن أن تسهم بإعادة دمجهم بالمجتمع كالراتب التقاعد والمنح الدراسية وتوزيع قطع أراضي سكنية ودور تأهيل النفسي وأطافت أننا نحتاج إلى قانون خاص تجنم الإرهابيين في قضية الإزيديات لأنها تعتبر جريمة إبادة جماعية وعلى الحكومة العراقية مع الحاكم الدولية لضمان محاكمة الإرهابين المتورطين في هذه الجريمة والذين هربوا إلى خارج العراق أبرمت محافظة واسط عقودا وزارية مع أكثر من ألف موظف مجاني بينهم 22 محاضرا وشمولهم بتسوية الملكات التعليمية والتدريسية وتوزيعهم بين المدارس بحسب الحاجة وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي أن المحافظة استحصلت الموافقات الرسمية من وزارة المانية لتحويل العاملين مجانا وتشغيلهم وفق عقود وزارية وأشار إلى تكليف مديرية تربية واسط وأقسامها بإبرام العقود مع المحاضرين المجانيين فضلا عن التعاقد مع الإداريين والحراس والحرفيين بقرار 315 مع احتساب سنوات الخدمة المجانية ونوها بأنه احتبارا من اليوم لا توجد صفة محاضر مجاني أو موظف أجر يومي بعد أن تم تحويلهم إلى عقود نظامية وقانونية اتخذت خلية الأزمة المحلية في النجف عدة قرارات على خلفية تزايد الإصابات بكورونا وتضمنت القرارات التي اتخذتها الخلية في اجتماعها منع التجمعات البشرية بصورة عامة واتخذت إجراءات احترازية مشددة بعد تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا اشتركوا في القناة المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيزكوف أنه من المتوقع يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل ما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثل ما قبل الوباء وأوضح بيزكوف أنه وفقا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة من الضرورية يكتسب حوالي 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف المقبلة وأشار إلى أن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه وبدأت تظهر نتائج هذا العمل ومنها زيادة معدل التطهيم في روسيا والولايات المتحدة أوقفت دولة جنوب أفريقيا طرح لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعد ظهر نتائج سلبية لفعاليته ضد السلالة الجديدة لفيروس وذكرت وسائل إعلام غربية أن العلماء كدوا على أن السلالة الجديدة للفيروس مسؤولة عن نحو 90% من الإصابات بالوباء في جنوب أفريقيا وأظهرت دراسة أجريت على نحو ألفي شخص أن اللقاح وفر الحد الأدنى من الحماية ضد الإصابات الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا وتسلمت جنوب أفريقيا مليون جرعة من اللقاح وكان من المفترض أن تباشر حملة التطعيم الأسبوع المقبل نذكر بالعناوين الكاظم يؤكد ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة ويدعو الاستثمار اتفاع أسعار النفطة لسد عجز الموازنة المالية النيابية تعلن إعادة كتابة قانون الموازنة منذ قرؤية ستراتيجية وتكتسب وتكشف عن تضمين البترو دولارة لمحافظات الوسط والجنوب القانونية النيابية تعلن مباشرة بتعديل قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة التشريعية وتؤكد ضرورة تعديل قانون الانتخابات الأمن والدفاع النيابية تسلم الكاظم تقريرا مفصلا حول التجنيد الإلزامي وتبحث معه سبل تفعيل العمل الاستخداري والأمني الناشط انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة